دكتور هل يعني مع إزمة كورونا حدثت هناك إغلاقات لكثير من المشاريع الإستثمارية في كل دول العالم لكن كما نعلم بأنه هناك موازين القوى الاقتصادية في اختلاف بين دول ذات سيادة اقتصادية كبيرة وبين دول تابعة اقتصادياً الآن هل نستطيع أن نقول أن هناك دولة أعطت نموذجاً لإدارة تلك الأزمة؟ في عندنا نماذج كثيرة على مستوى الوطن العربي قدرت أن هي تتعامل بشكل كبير مع الأزمة بمنتهى الاحترافية وفي نفس الوقت إدارة الأزمة بكفء يعني إحنا شفنا التجربة المصرية كانت تجربة مهمة جداً لأن كمان كان فيه يمكن تعامل سريع مع الأزمة يعني إحنا ما انتظرناش فترات طويلة عشان ناخد حزمة كبيرة من القرارات اللي نقدر إن إحنا نواجه بها الأزمة وده القرارات دي مش بكلم بس على جانب اقتصادي لكن في كافة الجوانب الأخرى كان فيه تنصيق ما بين كافة مؤسسات الدولة ونفس الأمر شفناه في معظم الدول العربية لكن يمكن كان المهم جداً هو إزاي إن روح المواطن العربي بتادي تظهر في هذه الأزمة بمعنى إيه؟ إن مصر لما بدأت إن هي تتعامل مع هذه الأزمة بمنتهى سريعة شفنا إزاي نتعاون ما بين مصر وعديد من الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة وإزاي إن دوت مش على الجانب بس الاقتصادي لكن كمان حتى على مستوى المساعدات المتبادلة وعلى مستوى توجيه الدعم اللازم وده كان أمر مهم جداً على الجانب الاقتصادي كان فيه يمكن أفكار كديرة مرتبطة بتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين العمل على خفض أسعار الفايدة لتشجيع عجلة الاستثمار كمان يمكن إحنا فصل تجربة المشروعات القومية كانت تجربة مهمة جداً لأن إحنا مع حالة الإغلاق الكامل كانت المشروعات القومية فصل مستمر وده كانت قدرت إن هي تساهم بشكل كبير جداً في الحفاظ على معادلات البطالة إن هي ما ترتفعش وإدرت إن هي تستمر في عمليات الإنتاج والتشغيل وكانت تجربة مهمة جداً مصر حتى كانت بتأكد عليها العديد من الدول العربية إن لابد إن يكون هناك مشروعات قومية لإنها بتضمن للاقتصادات إن هي تستمر برغم حتى يعني القطاع الخاص وده يعني لا يعتب عليه هو في الأخير أي مستثمة بيبقى خايف على فلوسه وعنده يعني على رسمه لكن في النهاية لما بيكون الوضع في أي تخافات بتقدر إن الحكومة تعمل التوازن دوته تقدر إن هي تستمر بمشروعات